متتبعي قناة شوف ديفي ألين وسهلاً ومرحباً بكم في هذا البت المباشير اللي كنقدم لكم دائماً في هذه اللقيتة دي المساء اللي كنعلن فيه من المجموعة من أرقام مجموعة كذلك من الأخبار الجديدة المتعلقة بكوفيد 19 ولله الحمد هناك أمور تبشر بالخير متتبعي قناة شوف ديفي الحمد لله بدينا كنشوفوا تراجع بدينا كنشوفوا تراجع دي الحالات الوفيات والحمد لله بدينا كنشوفوا أيضاً تراجع دي الإصابات و بدينا كنشوفوا ارتفاع أيضاً دي الحالات الشفاء ولله الحمد وزارة الصحة تعلنه اليوم عن تجيل 477 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اللي يرتفع على عدد الإجمالي إلى 48056 يعني الحمد لله الناس اللي بقين حالياً يتعالجوا غير 9000 إلا برعوها 9000 المغرب سفر حالة كورونا فهذا هو اللي بغينا نوصل له إخواتي هذا هو التحدي اللي بغينا نوصل له إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله كما تعلمون كنا نشجلوا عدد مخيف عدد جموعة من المواطنين يعيشوا الصدمة يعيشوا الحزن يعيشوا يفقدون الشغل ديالهم يفقدون جموعة من الأمور فالحمد لله ليومشجنا فقط 477 وتشافوا سبعات وعفوا توفوا للأسف شاديد إن الله وإن الله رجعون سبعات يلا المواطنين اللي توفوا الله يرحمهم يا رب فالعدد ديال الوفيات يعني مين بدهت الفيروس هذا يعني العدد وصل 8524 8524 هذا هو العدد ديال الناس اللي توفات إنا لله وإنا إليه يراجعون الخبر المفرح هو الحالات متعشفاء يوميا كنشوفوا المئات والعشرات من الحالات متعشفاء هذا شيء يبشروا بالخير أيضا متتبعي قناة شيف تيفي وصلنا إلى العدد 970 970 في أقل من 24 ساعة فهذا عدد محترم وعدد إن شاء الله نطمح إلى الكثير بغنة 3000 بغنة 4000 بغنة مجموعة الناس اللي بقي في المستشفيات فقط 9000 كين منهم الناس اللي رأيك التعالج في المنازل وكين البعض منهم رأيك في المستشفيات أما بالنسبة للحالات اللي تحت تنفسه الإصطناعي والحالات بخاطرة هم العدد 25 فكانت مننا إن شاء الله من العدد يخرجوا من هذه الأزمة التنفسية ويخرجوا إن شاء الله سالمين إلى المنازل ويتتبعي قناة شوف تيفي الحمد لله الأمور تسير بشكل اللي هو عادي بالمملكة المغربية تلقي حراغادي الطريق الممتاز وكذا مجموعة من الأمور اللي إن شاء الله كانت مننا أنه تكون في المستوى خلال الساعات المقبلة متتبعي قناة شوف تيفي إذا قلنا لكم العدد اللي تشافوا اليوم فالعدد العدد وصل 970 970 و العدد الإجمالي للناس اللي اتشافات وصل العدد 4624436 إذا متتبعي قناة شوف تيفي مزيد من الاحتياطات مزيد من الكمامات ووضع التباعد لنسا ما يسلمش حاليا فجاي الأيام إن شاء الله جاي الأيام إن شاء الله اللي غادي أننا نعيشه أجواء اللي هي رائعة إن شاء الله كانت ستنوى الصيف إن شاء الله الصيف إن شاء الله اللي غادي ندوج فيه أوقات اللي هي رائعة بعيدا هذا الفيروس فقط التزموا بالكمامات تباعد وصول والدي لديكم أنهم يديروا هذا اللقاح هذا جرعة الأولى والجرعة الثانية قريبة بدأوا فيها أو تاني كذلك بعد المواطنين إذا متتبعي قناة لديكم مزيد من الحيطاء والحضاء 477 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية العدد وصل 48056 حالة أما بالنسبة للوفيات فنقول لعائلة لا يصبرهم طبعات الحال لا يستطيع أن نقولوا شيئا من غير لا يصبرهم والله يعتبرون وإن شاء الله وتقبلهم إن شاء الله لأنهم ماتوا بهذا المرأة بطبعات الحال الذي لم يمهي لهم ولم يعطوهم طبعات الحال أكثر من الوقت لهم إذا متتبعي قناة شوف تيفيد وزارة الصحة أعيد عليكم الحصيلة وزارة الصحة تعلن اليوم عن إصابة 477 فقط الحمد لله بدينك أن نشوفوا حالات لا تنخفضوا بزارة فهذا شيء يبشر بالخير أتمنى أتمنى أن الأمور تصبح شكلي وعلى خلال الإلام المقبلة بإذن الله العدد الإصابات 477 العدد الوفيات 24 ساعة هو 7 والعدد حالة شفاء 970 الحمد لله الأمور تصبح بواحد شكلي وعادي كانت منها ونتمنى الأمور تمشي بواحد الشكل اللي هو كما أراده المواطنين المغاربة إذن أشكركم جزيل الشكر على المتابعة دمتم في رعايتكم